اشتركوا في القناة أعزائي المشاهدين وموعد يتجدد معكم في لقاء الاثنين من ملك وكتابة الحلقة 734 من البرنامج جاية في وقت أعتقد مصر كلها فرحانة بمنتخبها الوطني مصر كلها ملتفة حوالين الفريق القومي اللي بيخوض فعاليات كأس الأمم الأفريقية بكل همة إن شاء الله والأهلي أيضا إلى المنديال توقيت مهم جدا لكن خلاصة المشهد خلاصة المشهد أنا عملت بقالي ومين بفكر لقيت إن الأهلي قد وضع لنفسه دستورا غير مكتوب الأهلي فوقها الجميع جميع أبنائه كان حريصا أن يؤكد في ذات اللحظة ليس بقى بالكلام والشرح ولكن بالأداء وما يحدث على أرض الواقع أن مصر فوق جميع أبنائها بما فيهم الأهلي وجميع مؤسساته ما فيش حاجة أكبر من مصلحة مصر عشان كده وإنت حتفصص لنا ونشرح وإحنا ماشي عشان كده دي حلقة فيها الكثير من الموضوعات المهمة والعنوين اللي لازم أن نقف عندها وهذه أبرز العنوين مقالي ومقاله هدية الأهلي للمصريين بالإمارات الغربال مصر عادة شمس كل ذهب وبعضمت لسانه الأهلي مصدوم والسبب معلوم والشموع الحمراء عن عمر سلطان باشر وأسرار الملك عن الرحالة العاشق ومجلتنا من أربعين سنة ده محتوى حلقة النهاردة لكن خلاصة المشهد ترتيب الالتزامات بهذا الشكل اللي المهندس عدلي أشار إليها كيف أن الأهلي وهو يضع مصلحته فوق أبناء كل أو جميع أبنائه يضع مصلحة الوطن ومصلحة مصر الغالية فوق كل الاعتبارات حتى وإن ضح الأهلي ببطولة في حجم وقيمة كأس العالم للأندية شوفوا سيد إبراهيم من الوهلة الأولى والبعض أراد أن يتقول على الأهلي ويضع الأهلي في مواجهة منتخب مصر ازدواجية التداخل في البطولتين الهمتين جدا كأس الأمم الإفريقية وتداخلها مع كأس العالم الأندية الذي يمثل أفريقيا فيها النادي الأهلي طبعا مصر أرادوا أن يضعوا المتخب في مواجهة الأهلي بتصرف خبيس لا يعني لا برأة فيه ولكن جاء الكابتن محمود الخطيب ليقطع كل الألسنة عندما قال نحن نشعر بالظلم الواقع على النادي الأهلي ونقاتل في سبيل إيجاد حل لهذه المشكلة ولكن لازم نعرف كلنا أنه مصر فوق الجميع الاعتبارات الوطن تسبق مصالحنا أينما كنا جميعا بما فيهم الأهلي وهو ما أكده الأهلي عندما بترحاب بالغ أرسل لاعبيه وتتفاقم الظروف وعادي أن نخش في التفاصيل على فكرة لعل برضو من طيب المفارقة كابتن الخطيب لما قال المبدأ أنه مصر أولا ومصلحتها فوق كل اعتبار كان في الإمارات في دبي لما تسلم جائزة الإبداع نشوفه بالنسبة لكاس العالم والأندي أعتقد ده تضارب يعني طبعا مصر قبل كل شيء أتمنى التوفيير ومتخبنا طبعا وفي نفس الوقت لننادي الأهلي الفترة الجاية إن شاء الله يعني إحنا بنقول هذا الكلام مش بنقول كلام ده إحنا يعني بنرجع لما تم التأكيد عليه من رئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب وهو يؤكد على هذا المعنى عندما سؤل بهذه المناسبة الهمة وقال شو أنا وقال لك أنا طبعا عندي ظروف صعبة وأتمنى أن يكون في حل والحقيقة أن إحنا كلنا تفقلنا تفائل ملوش مبرر عندما قال أحمد مجاهد الأهلي حيلعب بكامل نجومه والمتخب يلعب بكامل نجومه ليس كل ما يعرف يقال ويبدو أنه ليس هناك ما يقال حتى يعرف وأنا قلت لك توجست من اليوم الأول إيه الحل واضح أنه كان أحمد مجاهد عنده معلومة من إنفانتينو أنه كاس الأمم مش هتتعف المعلومة توجيش معلومة عندما تصبح قرارنا أستاذ براي لكن اتنين بيتكلموا قدامنا هتوبقى من باب واكد لسيادة تطيع ما هيك مش لحد تاني وعود لم تنفس طيب بمناسبة الكابت الخطيب بقى لأنه وإحنا بنتكلم عن ضوابط العمل في النادي الأهلي وعلى نظام وسياسة النادي الأهلي معنيين إحنا في الأساس في ملك وكتاب من الحلقة الأولى يعني إحنا وصلنا لـ 734 حلقة لتعزيز وإرساء نظام النادي بحيث أن الصورة تصل كاملة للجمهور والأعضاء النادي عبر كل العصور إزاي النادي الأهلي بيتصرف وسوابة النادي الأهلي هي إيه تقاليد النادي مبادئه وسياسته خاصة لما يتعلق الأمر بعلاقة الأهلي بالأطراف المسؤولة فيه وعلى رأسها في كرة القدم المدير الفني للفريق مستر بيتسو مسماني الفترة الأخيرة تحدث فضائيا حوالي موضوع العقد وأثير جدل كبير في هذه الجزئية للتوضيح النهائي والمهمة باش مهندس خاصة ما يتعلق بنظام الأهلي شوف يا سيدة برحيم نظام الأهلي طبعا بيقولك ما تتكلمش في أي شأن قيد البحث في النادي الأهلي اللي عندما يصبح قرارا يعلنه المتحدث الرسمي لنادي الأهلي بالضبط أما ما يحدث من مفاوضات من اقتراحات من تحركات ده هذا أمر لا يناقش وطبعا أنت مؤكد هتجي لك لحظات مع بعض الأفراد مش عايشين معاك مش متشربين منهجك أيوة فبحسن نية يصدر منهم ما يخالف هذا لكن أنا عادي أتوقف عند حاجة عشان أوريك بقى نهج النادي الأهلي أيوة لما حصل تصريحات مصر مسلماني البعض سبق التصريحات وهاجم مجلس إدارة النادي الأهلي ورونة بقى تعمله إيه كانوا عايزين رد ورد معلن من النادي الأهلي على هذا الإجراء ولكن النادي الأهلي ما بيعملش كده ليه أيوة لأن له دستوره الحاكم في حاجة في علم الإدارة عندما تنشأ مؤسسة بيسموها الحوكمة الحوكمة دي يتفق عليها بين الشركاء وأطراف هذا المشروع طيب في كل مشكلة حنتصرف إزاي إيه الدستور اللي حنمشي عليه القواعد الحاكمة ويصبح ملزما القواعد الحاكمة القواعد الحاكمة في النادي الأهلي ليست دستورا مكتوبا أيوة ولكنه أرصخ من الدستور المكتوبة ل قرس متراكم ثابت وغير ما بحاجة بيحاول غيره حتى حاجة عارف يعني أنت لما يحصل مشكلة يستطيع أي شخص متابع للنادي الأهلي وتاريخه يستنتج الأهلي هيتصرف إزاي الخطوة الجاية هتبقى عاملة إزاي بالزبط هذه الحوكمة الحاكمة الملزمة الراصخة يسير علي النادي الأهلي طيب عدل القيع يطلع سواء بحسن نية أو بسوق نية أو بخروج عن النظام صرح لو عامل النادي الأهلي تصرف عدل القيع بالمثل أصبحت المسألة سجال في وسائل الإعلام فلان قال والمجلس بيقول فلان قال وده اللي بيحصل لكن ده اللي بيحصل من الإعلام ومحرية لكن اللي بيحصل من نادي الأهلي أبدا من نادي الأهلي كالعادة ينكفي على مشاكله لا يعلن ماذا يفعل يبتدي يدير بشكل مؤسسي حدث هذا الأمر في الموضوع تم تكليف الكابتن حسان بإيصال رسالة إلى الراجل والراجل قال والله أنا آسف ده نظمكو وحلتزم بي وأنا ما كانش قصدي أخرج عن هذا وأقفل الموضوع هذا أتحدث لللي عايزينها ولعة للذين يريدون أنفقوا في الرماد الأهلي مش هيستدرج عشان يخرج برة هذه الحوكامة الغير مكتوبة التي تحكم تصرفاته مسؤولين أو منتميين جيلا بعد جيل وهي صارمة جدا فالحقيقة يستطيع الأهلي من خلال نظامه والحوكامة الغير مكتوبة التي تشكل تقاليده بتاعته الرصخة أنه يدير مشاكله دون تدخل من أي وسيلة خارج النادي الأهلي ولا ولن ولن هي ولن ولن يستدرج لما يريده البعض في أننا لا نخش مع بعض ونبقى لبانا الناس نضغى في ما يفعله الأهلي ما يفعله الأهلي قدرتوا عارفها هتعمل إيه والأمور بتتلم على طول فورا فاللي عاديين يتكلموا بقى لكنهم عالمين بباطر دلوقتي بتتناقش البنود بتاعة الاتفاقات سواء فيه لعيب حيمشي أو لعيب حييجي أو مدير حيجدد أو مدير مش حيجدد بتناقش بتتفاصيل أساس إبراهيم والله لو حد مسجل لكل الأطراف دي ما حياد أقولها بهذه الدقة وهذه يعني هو ليه فيها دقة لأنها ما حصلتش الدقة المزعومة ما حصلتش فتستطيع تقول ما تريد أو اللي نقل لك حاب يعمل إنه قريب منك فيحذف لك حاجة اشتري مني لكن لا اشتري مني محدش اشتري من حد فيما يخص النادي الأهلي إلا عندما تعلن الأمور من خلال المتحدث الرسمي للنادي بعد أن تصبح قرارات ده كلام مهم جدا في الأصول وخلينا أقول لكم أنه المونسعد هو بيأكد على هذا الإرث المتراكم من قرارات وتقاليد النادي الأهلي مثلت هذا الدستور الحاكم لو تفتكروا جائزة الإبداع للنادي الأهلي أخذها أخيرا لكابتن الخطيب كانت تكلم على همشها في هذه الجزئية كانت عن عن العمل أفضل عمل مؤسسي لمؤسسة رياضية وبالمناسبة جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي جائزة معتمدة وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي في العمل الإداري والإبداع فبالتالي أنت وصلت القمة التقدير العالمي للأداء المؤسس بتاعك فهتبقى في كل خطوة بتخطيها حريص على تعزيز مفهوم العمل المؤسسي اللي المهندس عدلي أشار إليه في جزئية لما تصار حاجة تتحسم إزاي مفيش أهم من كرة القدم في النادي مفيش أهم من كرة القدم في المتابعة الشعبية بتاعتها مفيش قبل المدير الفني في الجهاز الفني فلما تعلق الأمر بمسر بيتشو موسماني الرجل حديث العهد بالعمل في مصر دي أول سنة ليه مع النادي الأهلي ما عندوش دراية على نظام العمل في النادي فيما تقوم أول عقد يجدده أو أول مرة تصار فكرة تجديد العقد بالنسباله فجديدة عليه الفكرة أنه يبقى موجود في حدث إعلامي فيسأل فيتكلم على تفاصيل في شأن عقده هنا المسألة يسأل على لاعب فيجيب أو 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 يستدرج للكلام في المنطقة اللي النادي الأهلي حسب نظامه الإداري السابت ما بيدخلش فيها في الإعلام ومش مكانها المنصات الإعلامية فكانت النتيجة إزاي تعالج هذا الأمر بالحفاظ على استقرار الفريق وعلى طبيعة العمل في النادي الأهلي وعلى العلاقة مع ميستر بيتش موسيماني في كل الأحوال زي ما المهندس عادلي أشار برضو إنك أنت ما طلعتش ترد عليه وإلا دخلنا في سجال إعلامي ما يصح شيح يحصل ولا يمكن أن يحدث ولو حصل بدمج دان نادي الأهلي صاحب هذه الجائزة الكبيرة وصاحب هذا الأداء الإداري المتراكم والسابت كابتن محمود الخطيب أوفد كابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة إنه يكتمع مع ميستر بيتش موسيماني ويقول له اللي حصل لا يتفق وسياسة العمل في النادي الراجل بمنتهى الوضوح والاحترام أبدأ اعتذاره بل عرض إنه يطلع في الإعلام يتكلم عن الاعتذار عن هذا الخرق غير المقصود كان الكابتن الخطيب لكابتن حسام غالي لا برضو ما يصحش الراجل يطلع يعتذر حفاظا على قيمة المدير الفني وعلى ضبط العمل نفسه شكرا مدام الأمر تم بيانه واستضاحه الإضاحة اللي انت قلت ده يقودنا إلى زاوية أخر طيب هي كانت المسألة شخصية لا لو أخذها مستر بيتش موسماني اللي انت بتوجهني أخذها بشكل شخصي كنت تعرف إن العلاقة دي مش هتكمل لكن إدراك الراجل اللي ده عمل مؤسسي والنظام النادي لأهلي هيتطبع لي وعلى غيره بالظبط مهما كان مين هو أدراك إن لا ده أنا أمشي بنظام النادي يبقى من الكسبان كل الأطراف طبعا كسبت مدير فني استطاع أن يستوعب صحيح نظامك علجت مشكلة وحجمتها ووجهتها في إطار نظامك وحفظت على تقاليدك بمنتهى الصرامة عشان ما يجيش حد يستغل للثغرة دي ويقولك أصل حصل هذا أمر كان ينبغي توضيحه قبل ما تخش بقى فيه طيب الجزية التانية ما يتعلق بمستقبل علاقة مستر بون سيماني مع النادي الأهلي لأن الأصل المشكلة اللي أسيرت امتهت جدد وكانت المسألة مطروحة في العلام كما لو كان الراجل بكرة المفروض يمشي محدش كان وقت داله أن مستر بون سيماني مرتبط بعقد مع النادي لنهاية الموسم يعني تخلص الموسم المحلي والأفريقي وفقا لعقد الراجل اللي ساري حتى الآن لكن حفاظا على هذه العلاقة وعلى نظام العمل في النادي في آن واحد النادي أقدم لمستر بون سيماني العرض اللائق لاستمرار في العلاقة وتجديد العقد ناقش مستر بيتسو العقد معك ده العقد النهائي للنادي أو العرض النهائي من النادي الآلي بوفقا لما يراه النادي ومسؤوله عن استمرار العلاقة القادمة العهد عندك مستر بيتسو موسماني أو العرض عندك لكن دلوقتي نقفل الموضوع في الكلام كله ده كان رأي الكابتن محمود الخطيب أو قراره لمستر بيتسو موسماني أو للأطراف المتدخلة في الموضوع سواء الوكيلة أو من يديرين المفاوضات معاه هنقفل الموضوع عند هذا الحد التمام مش ده التوقيت والعرض معاك وحنتكلم في نهاية الموسم أو نهاية العقد لأن العقد زي ما قلتلكم يجدد أو لا يجدد الخواجة مستمر لنهاية العقد اللي هو نهاية الموسم المحلي والقر إن شاء الله أستاذ بريم يعني عشان ما نخشش برضو في مساحة هل إحنا عندنا معلومة عايزين نوصل المعلومة إن العقود الآن مؤجلة دراستها لأن اللحظة اللي إحنا فيها دي إحنا مش ده وقت منخشة العقود ولا التفاصيل فاللي أنت قلت ده إضاح مهم جدا أن الأمور اللي عايزي يتكلم فيها والسنتجة دلوقتي كل السنتجات هتبقى مش مزبوطة فأغلق الموضوع عند هذا الحد على هذا التوضيح بشكل كامل من النادي لمستر بيتشو مرسماني والجميع تفرغ لأداء المهمة كابتن محمود الخطيب لا أسباب طبية ما قدرش يسافر مع البعثة النهاردة لكن هيلحق بها يوم الأربع إن شاء الله في أبو ظبي عشان يكون جنب الفريق في هذا الظرف الصعب جدا اللي ما اعتقدش في أي فريق مر به قبل كده على الإطلاق على الإطلاق مسألة في منتاز صعوبة لكن إن شاء الله كل الثقة في الناس اللي سافرت النهاردة كل الثقة في الجهاز الفني وبإذن الله بمزيد من التركيز نقدر نتخطى هذا الموقف الصعب جدا بعد الفاصل هنشوف لماذا هذا الموقف صعب أمن بحضراتكم من جديد وعايزين يعني فاتنا في البداية أننا نشاطر النقد والمحلل الرياضي الزميل العزيز الأستاذ خالد بيومي الأحزان في وفاة شقيقه وتشيع جنازه اليوم للأستاذ خالد كل التعازي وللفقيد الدعاء بالصبر وبالرحمة بإذن الله تعالى ربنا يرحم كل يعني موتانة ونعزي كل أحباءنا لأن في حاجات ما تصل لنا شو حاجات بتصل لنا والحقيقة الكورونا دي خليتنا كل يوم نسمع خبر للأسف ربنا يحفظ الجميع رب لكن زي ما تعودتوا ضربة البداية مع مقالي ومقاله هدية الأهلي للمصريين بالإمارات الأهلي على هامش المشاركة في كأس العالم للأندية في أبوظب استغل الفرصة جيدا لإتاحة الفرصة للمصريين والغير المصريين للحياة الراغبين في الانضمام لعائلة الأهلي واللي عندهم الرغبة في أنهم يعملوا عضوية عاملة في النادي الأهلي أن النادي الأهلي يوصلهم بإجراءاته وبنظامه وبتفاصيله لغاية هناك في سابقة جيدة جدا تم تكليف الأساز طارق أنديل عضو مجلس إدارة النادي والمسؤول عن لجنة شؤونه العضوية أنه يكون على رأس وفد معاه من المريان ديمتري نائب مدير التسويق ومحمد رمضان نائب مدير الاشتراكات الاتنين هيكونوا موجودين على رأس هذا الوفد اللي حيتواجد في أماكن هنقولك عليها بالنسبة للمصريين اللي في الإمارات اللي عندهم الرغبة يستغلوا فرصة الانضمام لعضوية النادي الآلي قبل انتهاء المدة الحالية وسريان الأسعار الجديدة تقدر تروح كمصري مقيم بدل ما كنت هتنزل مصر وحضيع عليك الفرصة أو حتتكلف انك تيجي أو محتاج تروح السفارة تعمل توكيل وتبعت الورق بتاعك ازاي لا النادي الآلي رايح لك بكل تفاصيل لغاية عام أو علامة تيجي كل أسعار تغير فما تستفيد من العرض فتوفيرا لهذه الفرصة أعلن الآلي عن موعد وأماكن لقاء وفد النادي بعضاء الجالية المصرية في الإمارات للحصول على عضويات النادي لمن يرغم تم تحديد موعد اللقاءات اللي هتعقدها هذه اللجنة يوم 2 و 3 و 4 فبراير 2 و 3 و 4 فبراير ده في النادي المصري في دبي يعني كل المصريين اللي في الإمارات اللي عايز يعمل عضوية النادي الاهلي يروح يقابل وفد النادي الاهلي اللي حيكون موجود يوم 2 و 3 و 4 فبراير في مقر النادي المصري في دبي وده مقر كل الأخوة المصريين في الإمارات عارفينه كويس يوم 6 فبراير حيكون في أكاديمية النادي الاهلي في دبي وده برضو مقر للاكاديمية المصريين عارفينه يوم سبعة هيكون للمصري النادي المصري في عجمان يعني النادي بيوصل بعضويته وبتفاصيله وبلجنته لكل المصريين اللي موجودين في مختلف الامارات العربية الشقيقة في عجمان في العين في دبي في ابو ظبي الوفد موجود عشان يستقبل كل الراغبين في الانضمام لعضوية النادي الآلي وعائلة النادي الآلي سواء العضوية العاملة الكاملة او فرع الاهلي في الشيخ زايد او فرع الاهلي الجديد في التجمع الفرصة متاحة حسب الاسعار السارية قبل ما تنتهي المهلة هذه هي الفرصة الزهبية للمصريين العاملين في الامارات ده يا سيد إبراهيم بيؤكد على النادي الآلي بياخد خطوة سابقة تستبق تستبق الأمور انت دلوقتي بتروح بالتسويق الى خارج حدودك في المناطق اللي فيها ناس وفيها أسواق مش قادرة توصل لك عمالتها في الأكاديميات أديك بتعملها دلوقتي في العضويات وده يعني ده عمل مؤسسي ما هو ده عمل مؤسسي بالظبط انت نظامك كده وتخالج كمية المجهود المسؤولي النادي الآلي هيعملوه في التحرك لأماكن وجود الجالية المصرية في الامارات الشخيقة علشان تيسر فرصة رغيب الانضمام للنادي الأهل يعني أرجو ان احنا الحتة دي تبقى واضحة جدا ونساعد المسؤولين في المصريين في هناك مصريين محبين يساعدون برضو في انه يجمعوا لهم الناس ونشر هذا الأمر بين الجالية المصرية عشان يجمعوا في يوم واحد في وقت واحد يقدروا يستفيدوا من هذا النظام قبل اللحظات احنا شفنا وصول البعثة مغادرة البعثة القاهرة غادرة القاهرة الساعة والوصول كمان جاه والوصول احنا بنتكلم فبالسلامة بإذن الله وربنا وفقهم في ما ينتظرهم من مسؤوليات طيب الاهلي كمان وهو بيسابق الزمن قبل نهاية يناير وغلق باب القيد الشتوي الاهل استعاد أو أنهى قطع الإعارة الخاصة بمدافعه الشاب محمد عبد منعم اللي كان مغار إلى فيوتشر استعادوا النادي وتم تسجيله قبل نهاية القيد كان بالاتفاق مع مسؤولي نادي فيوتشر اللي تعاونوا الحقيقة مع النادي في هذا الأمر في المقابل تمت الموافقة على إعارة مانو مدافع الأهل الشاب إلى فيوتشر ابتداء من فترة الانتقالات الحادية يعني لنهاية الموسم ست شهور مع تجديد إعارة كريم ندفد لعب الأهل الموهوب العقد من إصابة واللي بدأ يستعيد مستواه الكبير مسؤول فيوتشر رغبوا أنهما يمددوا عقد استعارة ندفد لموسم جديد كمان فتمت الموافقة في ضوء هذه العلاقة الجيدة تذكر يا أستاذ إبراهيم من حلقة سابقة الحلقة الماضية أنا قلت هذا الأمر يجب أن يترك للإدارة العليا لأنه كان يبتدى ناس تقول رأيها ونص رد عليها بما يشبه وكأن بوادر أزمة سوف تحدث لما بنسيب الأمور بيبقى كل الناس كاسبانة يعني هتبص تلاقي أن النادي الآلي استرد لعبي محتاجه الفترة الجاية بعد أن أظهر نوت جن واستوى يعني وظروف الآلي يعني تحتاجه الآن وأيضا فيوتشر استفاد خاد سنة مد سنة لإعارض كريم ندفد واضح أنه هو بيستعيد مستوى وأصبح لعب مهم مهم يعني جاب فينا جو في مد شنة ها فال وكمان خادوا مانو باللعب الذي تقلق الناشئ الذي تقلق 2001 في مباريات الأهلي في كأس الرابط فهو ده الحوار الوين وين سيتيواشن أكسب وتكسب بالظبط إنما التشدد مش هيثمر هذا التعاون وينبغي أن دي تبقى السمة اللي بتحكم المؤسسات مع بعضها ده كلام مهم جدا لأنه كمان نحمد عبد منعم الحقيقة من خلال مشاركته الأساسية مع المنتخب في كاس الأمم نال تقدير الجميع الكل مجمع على أنه لعب فعلا استوى بشكل جيد جدا الأهلي لما أعاره كان بيستهدف ده أن يوصل به لأعلى درجة من الجاهزية من خلال هذه المشاركات وعدد ساعات اللعب الكافية الإشادة بمحمد عبد منعم الحقيقة كانت من كل الخبراء يمكن سمعت الكابتن خلد الغندور مبارح وهو بيقول لكابتن سيف زاهر منعم يلعب على حجازي يعني لو في مفاضلة عند مستر كيروش بين حجازي بتاريخه وجهزيته وخبراته الكبيرة لا شايف أنه محمد عبد منعم أفيد وأفضل وده كمان الرأي اللي قاله أحمد حسان ميدو نشوفه نمي لواحد محمد عبد المنام هو مدافع مصر القادم الأساسي والرئيسي لسنوات قادمة لما تلعب النهاردة ويكون أول بطولة كاس أمم أفريقية لك في السن الصغير ده وتلعب بالشجاعة دي وبالانضباط التكتيكي ده وبتنفيذ التعليمات ده وبالقلب ده دي علامات إن فيه مدافع قوي يعتمد عليه في السنوات القادمة وهيسير على نفس نهج المدافعين العظماء اللي جم في تاريخ في تاريخ مصر طيب لسنا في مجال مقارنة اللعبين بعضهم خصوصا أبناء الفريق الواحد متخب مصر أو النادي الأهلي أو ليه لأن كل واحد له مكانته حجازي بتاريخه الطويل والمشوار الاحترافي الكبير الناجح وما يؤديه حتى الآن ثم هذا الصاعد الواحد الذي استطاع أن يصل ليس بأداء يعني جيد ولكن إلى قناعة الفنيين ودي النقطة الأصعب لأن أنت ممكن تعمل ماتش كبير قوي لكن أنك تخش في قناعة الفنيين أن ده لما يحصل مقارنة يحصل مقارنة إيه بقى أن ده اللي جاي الترند الموجة اللي جاي الوايف اللي جاي كمدر كمدافع صلب يحتاجه منتخب مصر والنادي الأهلي طبعا هو ده وصل لقناعة الفنيين ما احترمنا طبعا لأن كل واحد يعني النهاردة حتى الكابتن حجازي ما هو كان في موقف محمد عبد المنعم في لحظة ما كان الواعد اللي كل تنبأ له بأن مشواره هيكون على هذا قدر من النجاح وهكذا يا أستاذ إبراهيم بتتوالى الأجيال وجيل بيسلم جيل أو جيل بيأخذ بإيد جيل لأنه طبعا نضج هذا اللاعب تم فيه احتضان اللعيب الدوليني اللي حواليه وأكسبوه الثقة صحيح احنا في انتظار أنه هو يأخذ هذه الإشادة وهذا هذه الأراء بحكمة تخصه محمد عبد المنعم احنا نقول عليك اللي نقوله قوعا تقول على نفسك كده لازم تقول لسه ما عملتش حاجة نظرة النمر الجائع هي اللي بتحقق النجاح إذا شبعت قوع جنبنا إذا صدقت أعجم بنا بص على النمر الجائع نادي الأهل أيضا أنهى في الساعات الأخيرة إعارة وولتر بواليا مهاجمه الأفريقي لنادي السيلية القطري على سبيل الإعارة لمدة ستة شهور أمير توفيق أنهى الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بانتقال وولتر بواليا في اللحظات الأخيرة وإحنا سعاداء بالإعارة التي تتحقق دعني أقول لك أنا سعيد بالإعارة التي لم تتحقق الإعارة التي لم تتحقق إيه بقى؟ محمد فخري فخري كانت قابة قوسين وخلاص تقريبا حيروح المريخ السوداني ما يحدث لفريق النادي الأهلي اقتضى أن لأ هنأجل هذا الكلام لأنه محتاجينه وانا قلت لك قبل كده هو عنده لعيب عنده نطج تكتيكي وشوفناه في مباراة كأس الرابطة مهارته وبعدين صنع الهدف التعادل بتاع زياد وبرضو حجم اللعيب الناشئين اللي رايح مع البعثة يدل على أن دخلوا في قناعة بيتسو موسيماني وربما يوجدون له الحلول اللي كان بيدور عليها وهذا ما نأمله حتى الناس ساعدتوا لك الخبرات الخبرات آه أنا معك في الخبرات بس الخبرات ممكن لما تلعب مع ناس سئلة يدو لك الثقة أن عندك هذه الخبرة بشرط أنك أنت كلاعب ناشئ تلتزم بما يقال لك من الجانب التكتيكي والفني وما تطلعش فيها بدري نظرة النمر الجائع أقولها لكل الصاعدين طيب المهندس عدلي أشار لأنه الجهاز الفني استحب معك كل الناشئين المتاحين ليه لأنه أنت فعلا لغاية دلوقتي عندك عدم وضوح رؤية فيما يخص البطولة وخفا من أي حاجة تخص الكورونا أو غيره الدكتور أحمد أبو عبلة زي ما عرفت منه وهو في المطار الأهل هناك هيدخل فقاعة طبية اختيارية البطولة مش عاملة نظام الفقاعة اللي كانت عليها بطولة السنة اللي فاتت في الدوع لكن الجهاز الفني فرض على اللعيبة فقاعة طبية اختيارية علشان يتفادى حدوث أي حالات جديدة لأن العملية مش نقصة خالص النهاردة يمكن لما الدكتور أحمد أبو عبلة رجع وكان مع أكرم توفيق في الجراحة اللي أجريت الحمد لله بنجاح في النمسا لقى العملية فيه تلات لعيبة فيه الصديق العزيز عمرو محب مترجم بيتس موسماني تلات أربع حالات إيجابية فبدأت بسرعة اعمل عزل جامل بالكامل للكل وعمل رابي التست لكل الناس اللي تمت مخلطتهم للفريق إداريين وجهاز فني وجهاز طبي وكله كله خضع لمسحة عشان يتم التأكد من سلامة الجميع ثم أجريت أو تعمل بي سي آر للكل كمان على فكرة مصطفى شبير ومغربي الاتنين الصعادين كانوا الحمد لله المسحة التي تعملت النهاردة طلعت سلبية مهمين جدا طلعت سلبية لكن لمزيد من الاحتياط والاحتراز تأجل سفارهم لبكرة علشان يخضعوا أيضا لمزيد من العزلة حفاظا على بقية الفريق تلاحظ أنه وجود بيرستاو مع الفريق بيرستاو عنده مزق في العضلة الأمامية يغيب أربع أسابيع لكن علشان يبقى موجود في أجواء البطولة ويبقى تحت عين الجهاز ويؤدي تدريباته التأهلية والعلاجية وجلسات العلاج هناك تم استحابه مع البعثة لكنه برى المشاركة يمكن حسام حسن المهاجم صحيح بينفذ البرنامج العلاج الخاص به من مزق في السمانة قد يكون من الصعب جدا لحقه بالمباراة الأولى لكن على الآل واخده علشان برضه يتم تجهيزه على مرأة من الجهاز الطبي عارف عزاز إبراهيم يعني أنت فيها عندك نواقص ولكن لما تكون النواقص معظمها في مكان واحد بتبقى مخيفة جدا أنت معدكش فيرود أنت الوقت هي يعني واخد معاك سيد غريب ابن سيد غريب أحمد سيد غريب على فكرة صايل والده طريقة الجارية والبتاع ده بس أقوى شوية لأن أنت ما خلاص أنت عندك محمد شريف أحمد سيد غريب ما سفرش مش في القيمة شور أريته أنا في القيمة هنشوف هو عموما الجهاز كان حريص أن يأخذ كل الناس يعني أنا أريت لحد مبارح بالليل كان مرشح أنه يطلع طيب ده كده يبقى أنت يعني أنا مش عارف بعد إصابرت بيرتي تاو إيه الفراودة المتاحة لأن صلاح محسن حسام حسن حسام حسن حتى أحمد ياسر اللي لعب قدام المقاولين وجاب جونة لغة كورونا أعطو مصر ولا تأخذ إقرارنا كده كل اللاعبين الناشئين المتاحين والعناصر الموجودة لأنه في النهاية أديكم شايفين الوضع المصابين سواء أكرم توفي أو محمود متولي أو الناس اللي عندها كورونا بالإضافة لوجود لعبة المنتخب المسألة في نقصة عددي كبير جدا علي معلولها ينضم للبعثة في الإمارات أليو ديانج وصل وتعمله مسحة والحمد لله السلبية وسافر مع الفريق وعلي معلولها يلحق بيهم في أبو ظبي بلاد إن شاء الله برضو إضافة مهمة نتمنى أن يستطيع النادي الأهلي أنه يوجد الحلول ويتجاوز ودائما مثل هذه الصعوبات بتخلق مناخا لنجاحات جديدة محدش عارفة نتمنى دلاء أن المسألة زي ما أنتوا شايفين فيها الكثير من الصعوبات لكن الأهلي أدها وقدود بإذن الله نطلع للفاصل وبعد الفاصل مصر عادت شمسك تذهبوا أهلا بحضراتكم من جديد يمكن كنا بنشير قبل الفاصل للقائمة اللي سافر بها الأهلي ووصل بها بسلامة الله وحمده إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي البعثة ضمت 3-22 لعد وليد سليمان وعلي لطفي وحسين الشحات ورمي ربيعة ومحمد هاني وطاهر محمد طاهر وقاليو ديانج ومحمد محمود وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي وبرستاو ومحمد أشرف ومحمد فخري وآفشا ومحمود وحيد وحمزة علاء وكريم فؤاد وحسام حسن ولويس مكسوني وزياد طارق ومصطفى مخلوف وياسر إبراهيم دي القائمة اللي سافرت وإن شاء الله كل التوفيل للأهلي اللي حيلعب المباراة الأولى يوم السبت بإذن الله مع منتيري المكسيكي بإذن الله كل التوفيل يمكن دول اللعيبة المتاحينة باشموندس البيت المسلماني أخدهم علشان يكونوا في انتظار القائمة النهائية اللي حيدخل بيها الفريق البطولة بإذن الله حيضاف إليهم بقى ولا هم مش حيضاف إليهم علي معلول طبعا علي معلول وديانج والديانج ما هو موجود هنا في القائمة موجود هنا سافر معهم من مصر أنت بتكلم على سافره من مصر هايطلع من تونس على أبو ظبيا علي معلول ما أنا متلخبطين من كتر البعتارة اللي احنا فيه وطبعا شوبر ومغربي بعد المسح يمكن بكرة أو بعده يلحقها بالبعثة إن شاء الله ده كلام مهم لكن هنرجع له طبعا بتفاصيل كتير عن هذا الموقف الصعب لكن يبقى هناك كلام كثير فيه الغربال مصر عادت شمس كيل زهبو والحقيقة شمس مصر الزهبية ما هيش فقط في تأهل الفريق لقبل نهاية كاس الأمم الأفريقية أو حتى الفوز بكاس الأمم الأفريقية لأنه بلد واخد الكاس سبع مرات بلد واخد عندها الرقم القياسي في الاحتفاظ أو بالفوز بالبطولة حتى في الفوز السلاسي بها ده رقم قياسي الريادة التي تحققت في 57 بإحراز أول لقب كل دي أرقام التمييز المصري في القرى الأفريقية وبطولة الأمم الأفريقية. لكن الحقيقة الشمس الزهبية المصرية من خلال هذه البطولة تكمن في هذه اللمة. لما الناس كانت بتتكلم على وحدة الجمهور وحدة المشاعر وحدة الصف الرياضي وأن قوتنا في لمتنا محدش كان مدرك ده إلا لما حصلت اللمة. لما حصلت اللمة كله حسب قيمة المنتخب الوطني وأهمية تضافر كل هذه الجهود خلف منتخب مصر. أعتقد الشوارع والأهاوي وكل الأماكن اللي المصريين تابعوا من خلالها مباراة الأمس مع المغرب كانت كفيلة لتؤكد على قيمة وحدة الصف الرياضي وقيمة هذه اللمة الرياضية. ما فيش نجاح يا أستاذ براهيم إلا من خلال تلاحه. الخلافات بتقضي على فرص النجاح. حتى لو حصل نجاح كده زي الفلاش يبقى وهج ويضيع ما يستمرش. ليه بقى؟ لأن التلاحم ده بيخلي المساندة. لما تشوف أن الشناوي يتعور في لحظة حرجة. وهو يتألم بيساند الرجل لداخل أبو جبل. وأبو جبل بيتضمن معه ويتمنى له الشفاء. ويبتدوا الاتنين قدوا في ايد بعض. ده معناها إيه؟ إن أنا وإنت خلاص نسينا بسنة. ده النقطة بقى. المتخب فوق الجميع في الوقت ده. هذا معنى رائع. لما يطبق بالتصرفات دي. يعني الحقيقة بيطمنك. وده بيعقودنا إلى إيه بقى؟ هو إحنا بنغير مزاجنا حسب النتيجة. يعني نقعد نلطش ونهاجم ونقول. وبعدين لما نكسب لأ. لما المناخ بتاعه يعتدل ويؤدي إلى نجاح. نقول أيها هو ده اللي إحنا كنا عايزينه. ده اللي كنا قصدينه. ما كانش الموضوع الشخصي. ما كانش هجوم على حد. ده بالعكس. ده انتاكرهش ده. المفروض إنه هو مدرب له مكانه. فتم ييجي ويتفاق. لكن لما ييجي. ويتجاهل كل ما حدثه. ويهد ويبني من جديد. لما رجعت الأمور إلى نصابها. الطبيعي. الفردة اللي مين مكانه. والفردة الشمال مكانه. اعمل في اللي انت عايزه في الطرق. ما ليش دعوة أربعة أربعة أتنين. أربعة أتلاتة أتلاتة. دي حقيقة تخصه ما تخصناش. لكن لما جيب السر دي باك اللي عبوا باك. وانا عندي باك. طب النهاردة الرجل هو. تحطي ده في مكانه. ده في مكانه. والإتنين تقلقوا جدا. وعبد المنعم. لما فتوح لعب مكانه. تقلق جدا. اللي بتغير مكانه. هو اللي بتهزس إنا. على ما يعتاد. لأن المسألة ممكن تغير على فكرة. ممكن تجيب واحد. ما هتقول لي تجربة أقرب. بس الوقت كان يسمح. يعني مش خلال البطولة. إلا في ظروف اضطرارية. أعمل الكلام ده. نتمنى كل التوفيق. لأن احنا متشرفين. بأداء المنتخب. حتى لغة كيروش دلوقتي. يتكلم على الفريق ونحنه. اللوح ما وصله كده. وأنا يعني. بدأ أشعر أن الرأي العام في ظهره. إذا المسألة ما كانتش شخصية. ده أنت من أول. ما الدنيا تعادلت. والناس في ظهرك. وعلى فكرة. لما كسبتش كود دفار. كان برضو الناس. هتبقى في ظهرك. عملت اللي عليك. خاتب الأسبان. لما كسبتش المغرب. عملت اللي عليك. المنظر بقى حلو. عادي أنت بس أتعرض لنقطة. فضل. يمكن ناس كتير كانت شايفاها. ويمكن أنا واحد منهم على فكرة. فكرة. أن صراع أو أزمة أو مشكلة الكابتن. اللي ظهرت من سنتين. وهل هي بالأقدمية. وكنت أراها حقا للناس. اللي بقالها مدة في المنتخب. ولا هي بحكم الدور اللي بيلعب. ولو هي بقدر نجومية اللاعب. لما تكلف الكابتن محمد صلاح. لقيت شوية عليه. ليس على الموضوع. لخفت. وهو رجل يأتي من تجربة احترافية متوهجة. وأضواء وثقة دولية. واحد مرشع من أنه بقى أحسن لعيب في العالم. مجرد ترشيحه. ده له معنى كبير جدا. المكانة اللي وصلوها كلعيب. معنى كبير جدا. حينشاغل بتفاصيل إدارية. لأن الكاباتين دلوقتي بقى لهم تفاصيل إدارية. واخد بالك. بيتكلف مشاكل لعيبة. همزة وصل. بيطلع في مؤتمرات صحفية. صحفية يشرح. وما رأيناه في آخر مبارتين. لا. ده هو الراجل أضافت إليه هذه المسئولية. أنه بيلعب بهذا الشغف. وهذا الإحساس بأنه بأصبح مسئول. أحسن مبارتين لمحمد صلاح خلال تلس سنوات اللي يفاته. آخر مطشين. ده كلام مهم جدا. لأنه شفوا قيمة وتأثير وجود صلاح مع اللعيبة. ده جزء من أفراح اللعيبة والجماهير بعد المباراة بالفوز على المغرب. إمبارح اتنين واحد. لكن عايزكوا تبصوا على تفاعل صلاح مع زميله. على صورة منتخب مصر. وهو اللي بيقوده وكابتنه اللي بيعملوا القرعة. واللي بيتكلم مع الحكام. واللي في مقدمة المشهد. واحد من اللي بينافسه على أحسن لعب في العالم. فما اعتقدش فريق فيه لاعب. ينافس على أحسن لعب في العالم. مرتين يوقف على هذه المنصة السلسية. وتقول إنه هو مش الكابتن. عشان النظام الأقدمية والكلام الأديم ده. لا ده لاعب بقيمة عالمية كبيرة جدا. يستحق الاستثناء. وإلا ما خلق الاستثناء. الاستثناء بيتخلق للحاجات اللي ما بتحصلش كتير. فما حصلش أبدا في الوطن العربي. إنك انت طلعت لاعب بينافس على أحسن لعب في العالم. فبالتالي كان هذا الاختيار لمحمد صلاح. آه طبعا تشريف إن أي حد يلبس شرط كابتن منتخب مصر. لكنه تكليف يفيد الفريق. ويفيده. طبعا. هو خده بالمعنى ده وده اللي همني. آه. نجاح التجربة. إنه خده بالمعنى ده. أنا باية مسؤول بقى. وما دوع مش الظهر بقى. ده الناس هاتشوف إن أنا كابتن الفرقة. لأ. حب أنا مش بس مسؤوليتي. ده أنا شال مسؤولية الفريق. يبقى إحنا يعني إذا تجربة. آه. لأن الشخصية. اللي خدت التجربة شخصية طموحة وشخصية مسؤولة. استطاع أن يستفيد ويفيد. طب أنا حقولك حاجة. إنت شفت إنني. بالحالة اللي هو عليها. لا. نظر المحترفين. شفت تطور تريزيجيه من ماتش إلى ماتش عامل إزاي؟ صحيح. شتحسز حتى رغبة صلاح إنه يجهز تريزيجيه. وفرحيته بيه؟ هو ده. على فكرة الروح دي اللي تريزيجيه أبدأها. هتشوف الصورة دلوقت إنه بعد تريزيجيه ما سجل الهدف. راح لصلاح باللقطر الطريفة اللي الكل اللعبة بتعملها عرفانا وامتنانا. هات رجلك أمسح لك الجزمة. بالأسس اللي عملته أولي. دي بتاعت فلافيو جلبرتو لو فاكرينها. بس بتحصل دايما في التعبير عن الامتنان والحب. هات رجلك أمسح لك الجزمة. والتاني برضو بيحضنه وبمنتقى الحب. هي دي الروح يا جماعة. هي دي اللي أنا بقول لكم عليها مصر وعدد شمسك يزهبوا. ده الجيل الجديد اللي بتبني. نقدر نقول كده دلوقت. طبعا. وهنا. الروح العالية قوي جوه الفريق هي دي. نتمنى أن مصر كيروش يستمر وقد استوعب الأمر. في هذا التطوير. ونحن معه. الدور ده في دور التمانية. الكاميران فازت على جنبيا 2-0. وبركينة فازه الحصان الأسود الجامح في البطولة. فازت على تونس 1-0. مصر فازت على المغرب 2-1. والسنغال فازت على غينيا الاستوائية 3-1. ووقفت طموح وانطلاقة غينيا الاستوائية عند هذا الحد. يوم الأربع بإذن الله بداية الدور قبل النهاية. 9 مساء يوم الأربع استنغال مع بوركينة فازه. الخميس 9 مساء أيضا مصر مع الكاميرون. النهاية ومباراة الثالث والرابع. الاتنين مع بعض هيكونوا يوم 6 فبراير إن شاء الله. شفنا احتفالات ترزيجي وشفنا احتفالات لعيب منتخب مصر. لكن على ذكر كيروش بقى وانطبعته بعد المباراة. لما تكلم مستر كارلوس كيروش في المؤتمر. أكد إنه أفضل مجاملة بأهديها للعبين هي أنا أشكرهم. هو ممتن جدا لمجهود اللعبة والروح اللعبة وحاسس بيهم. وقال إنهم عايزين يستمروا في البطولة وبيرغبوا في الوصول للنهائي وأنا معاهم. قال كمان كيروش نريد أن نمثل مصر بشكل أفضل في المباراة اللي جاية. بعد الفوز على فريق رائع زي المغرب. لكن الآن بنركز على الكاميرون. قال لما سئل عن هدف محمد صلاح واصنعته لهدف تاني. إيه رأيه في أداء محمد صلاح؟ قال وده دي نقطة مهمة. مع كل التأدير والاهتمام بمحمد صلاح كيروش قال إحنا مش فريق اللعب الواحد. إن أنا ببرفض هذا الوصف لأنه الفريق بيلعب بشكل جماعي. الجميع بيسعى للفوز. تعبير موفق جدا. بنلعب مع بعض. بنعاني مع بعض. بنفرح مع بعض. بنزعل مع بعض. هنصنع الفرصة مع بعض عشان نسجل إحنا كلنا مع بعض. على فكرة. ده تعزيز لروح الجماعية. اللي فعلا سبب نجاح الفريق حتى الآن. استمرار محمد صلاح في هذه القيادة الحكيمة الناجحة المسؤولة والتقلق الفني اللي هو عليه. حيعزز من فرصه لأن هي دي القطعة اللي كانت نقصة في البازل أو في الأحجية. إن كنت الصورة تكتمل كنقصك حتة المنتخب. صحيح. واضح تأثيرك دلوقتي على المنتخب سواء من ناحية القيادية ومن ناحية الفنية. صحيح. فاستمراره على هذا النجاح حيعزز من فرصه بإذن الله يأخذ اللي يستحق. إن شاء الله نشوف جانب من تصريحات كارل سكيروش بعد الفرحة الكبيرة والفوزة على المغنب. الأهم الآن هو البقاء واستشفاء اللاعبين جسديا وعقلية. واللعبون مجهدون للغاية. خاصة أن التقص حار جدا والرطوبة عالية. وكان صعبا جدا اللاعب لمدة 120 دقيقة. سنطور برنامجا دقيقا للتحضير لمباراة الكاميرون. نريد أن نكون مستعدين للكاميرون لأننا ندرك أنهم فريق تنافسي للغاية وقوي جدا. إذا ما سيطرنا على الكرة فلن نخسرها بسرعة أمام فريق قوي وجيد كالكاميرون. يعني هو ده كلام. بس كمان أنا أردت له برضو جزء من التصريحات بتاعته تصريح هايل جدا جدا يعني. على مدى الاحتفاء وأهمية الاحتفاء بالفوز على المغن وقبليها كودفور. قال لهم يا جماعة لم نصل لشيء. دي خطوة فتحة بطريق للوصول إلى الشيء اللي احنا عايزينه. وهو ده اللي أنا عايز أقوله. مش عايزين نعتبر أن احنا كده كوشين قوي ده 100 مائمين كان متوقع هذا الكلام. وده حصل معنا في الجابوت. لما لعبنا الفاينال قلنا وحد كان طايل فكانت النتيجة ما كملناش. لا احنا دلوقتي ابتدينا نصدق حلمنا. ابتدينا نصدق حلمنا. أرمال. لا عندك فريق دلوقتي استرد. استرد يعني الثقة. وبدد القلق الذي كان ينتاب كل مصري. صحيح. شوفنا دلوقتي راجل. لا ده هو الراجل بيقدف معنا 100 مائة دلوقتي. بيقول له بيسيبوني بقى بطريقتي بس أنا في متوقع. هو مش كيروش. كده كيروش. وهو فهم. يعني يضيع وقت شوية في الأول لكن أفادوا هذا الوقت في أنه اللعبة دلوقتي وصلت وهي جعانة. كان ممكن تشبع في البطولة العربية. فأنا عايز أقول أن الجملة دي رائعة. لم نصل لشيء بعد. نتعامل على هذا الأساس. شوية الرأس اللي فاته دول ننساهم. كل اللعب يسترد طموحه وجديته. ربنا يحفظ لعبتنا من الإصابة. نشتغل بنفس الأتيتود أو هذا المزاج الجماعي والالتزام الجماعي والرؤية الساقبة لجهاز الفني. ممكن أنه بقى أنا وإنت مختلفين في حاجة أو تفصيلة. بس مش إحنا اللي إلنا في النار. خليه. لكن نفضل ونقوله برضو. والله لو جربت اللي في دماغ ناس كتير. ربما يكون فيه حال أنت مش شايفه. يعني. لما ناس تاخد فرصة واثنين وثلاثة. إدي فرصة الواحد جعان شوي. طيب. ده اللي فات. اللي جاي بقى يا خواجة. هتعمل إيه مع بلدياتك؟ أنطونيو كونساس أو كونسيساو. المدير الفني لمنتخب الكاميرون ده برتغالي. ولما سؤل كارلوس كيروش في المؤتمر عن المباراة الجاية. قال لهم. ده مدرب بلدياتي. إحنا أصدقاء. وهو عانى الشغل هايل جدا مع الكاميرون. المواجهة معاه مش سهلة. لكن أنا عندي ثقة كبيرة في لعبتي. رغم كل الإصابات اللي بنمر بيها. لكن إحنا جاهزين. وهو من البداية قال لك أنا جاي عشان ألعب سبع مطشاط. إحنا عاملين حسابنا. جايين نلعب سبع مطشاط. يعني هيلعب في الفاينال بإذن الله. فمع تقديره للكاميرون. مع إشاته بأنطونيو كونسيساو. المدير الفني. لمنتخب الكاميرون. هذا حين عشان ألعب في الفاينال بإذن الله عامل. حتى لما ألعب في الفاينال. على أساس الثالث والرابع. بس في كل الأحوال هو تركيزه جاي نافس. فبالتالي مع احترامه لمنافسه وبلدياته ومواطنه. المدير الفني للمنتخب الكاميروني. عنده ثقة كبيرة جدا في اللعيب المصريين. ودي واضحة جدا والروح واضحة. صحيح يمكن في حراسة المرمى لسه فيه أزمة بعد إصابة أبو جبل. بعد الشناوي. الشناوي قد يكون هناك بصيص من أمل أنه ممكن يلحق مباراة الكاميرون. لكن حتى لو ملحيش الشناوي أعتقد الروح العالي اللي فيها محمد صبحي. تأهله بإذن الله أنه يزود على مرمى مصر بمنتهى اليقظة. حتى فيه كلام أن أبو جبل ما هيش بالقصوة اللي مجد تبعده. الإصابة يعني. يعني هو يعني. الروح كمان عالي. كان خايف طبعا أي إصابة بالذات لحرس المرمى بتبقى مزعجة. صحيح. وإذن لسان عالم يقول أنا ما صدقت. أخذ الفرصة وأتبت فيها. بس جديد أوي إصابات حراس المرمى عضليا. كتير جدا يا أستاذ إبراهيم إصابات اللعيب المصريين. لا لحرس المرمى لأنه المجود أقل من اللعيب. بص حرس المرمى دلوقتي كل تدريباته فيه شوتينج. يعني هو بتبتدي الهجمة. كان زمان يحط الكرة والباك يشوت. دلوقتي بيعتمدوا عليه. ولذلك أنا أرى نبدأ الهجمة بأن إحنا ندي تمريرة باليد تمريرة. ننقل اللعب. لأن طبعا الملاعب أحيانا تكون سبب في الإصابة. طيب محمد صلاح بقى النجم الأسطوري في البطولة. لأنه أديكم شايفين حجم الاهتمام بوجود محمد صلاح في الفريق. صلاح في منتهى السعادة والنشوة. وشفناه حتى في بعض الفيديوهات داخل الإتوبيس بتاع الإتوبيس بيغني أغاني شعبية. منشكح جدا ومبسوط. يا رب دايما يدوم ساعدتك يا مو. لكن بعد المباراة رأي محمد صلاح إيه نشوف. حسنا أعتقد أن الأمر صعب على الجميع. وكما رأيت الجزائر خسرت في دور المجموعات. وكانوا قد فازوا في البطولة في المرة السابقة. ويملكون فريقا عظيمة وخسروا. السنغال تأهلت من المجموعة بهدف وحيد. أعني أن لا أقول أشياء سيئة عنهم. فقط أقول إن البطولة صعبة على الجميع. كانت صعبة علينا في البداية حتى تأقلمنا. وأعتقد أن نيجيريا بعد أن كانوا أفضل فريق في دور المجموعات. خسروا. ولذلك فلا يمكنك معرفة نتيجة أي مباراة لذلك الوقت. الآن للتركيز على الكاميرون. ونعم ونرى ما يحصل عندها. أعتقد أن اللاعبين قدموا كل شيء ويقدمون كل شيء في كل مباراة. وأتمنى أن نواصل كذلك ونفوز. يعني سرد منطقي واقعي للمشوار. وسرد منطقي ومطلوب للطموح في اللحظة دي. وإنه زال أمور تدراجة. ولأ من حقيقنا نحلم باللقب دلوقت يعني. طيب أول ما تقال مصر أتلعب الكاميرون كله راح للكعب العالي. ودفالوا عليه الكمال. على فكرة يمكن الناس كتيرا ما تنبسطش من لغة التفاول على أساس أنها ملهاش علاقة بالحاضر. لكن ليكن ده جزء من صياغة المناخ العام. أنك أنت تبقى فعلا عندك شيء من الثقة. عندك شيء من التفاول. وتفاعلوا بالخير تجدوه. من 27 لقاء بين مصر والكاميرون ودي ورسمي. منتخب مصر بيتفوق على الكاميرون 15 مباراة. مقابل ست مباراة فقط الكاميرون فازت فيها على مصر. وكان التعادل في ست مباراة. في كاس الأمم الأفريقية اتقابلوا مصر والكاميرون 13 مرة. المنتخب المصري فاز في سبعة. وحقق سبع ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية في هذه البطولة. خمس ألقاب لبطولة الأمم الأفريقية حققها وسود الكاميرون. يعني نحن عندنا سبع ألقاب. هم عندهم خمس ألقاب. المنتخبين تقابلوا في نهاء الكام. 86 فاكرين المباراة الشهيرة. 2008-2017. فاز منتخب مصر باللقب القاري على حساب الكاميرون. في 86 وفي 2008. فاز منتخب الكاميرون باللقب على حساب مصر. مرة واحدة في 2017. القيمة التسوقية لمنتخب مصر 161 مليون يورو فاصل 25. 161 وربع مليون يورو. ودي قيمة عالية جدا لأنه فيها محمد صلاح لوحده بمئة مليون يورو. منتخب الكاميرون بمئة واربعين مليون يورو. دي القيمة التسوقية للفرقتين. الأهداف في البطولة. مصر سجلت أربع أهداف واستقبلت هدفين. الكاميرون أحرزت 11 هدف. ومني مرماها بأربع أهداف. فنست أبو بكر 6 أهداف. كارل توكو إيكان بخمس أهداف. ولم يحرز أي لعب آخر أي أهداف. ده بالنسبة للأهداف الخاصة بالمصر وبقى بالكاميرون. المغرب. الأشقاء في المغرب كان عندهم جزء من الألأ من مواجهة مصر. والأول مرة يمكن كان باستمرار عندهم إحساس بالتفوق. هذه المرة ما كانش عندهم سقة كبيرة في أسود الأطلس في مواجهة محمد صلاح. ومنتخب مصر. عشان كده كانت في صدمة كبيرة كمان عندهم بعد الهزيمة. بص يا سيد زبراهيم. أنت أصارت نقطة. أقول لك أنك ما تستندش إلى التاريخ والعقد. يعني كل ناس قبل المباراة كانت المغرب عودة للفريق المصري. ويستندوا إلى أن المواجهات 75% كانت لصالح. في مجمع المواجهات. صحيح النسبة بتقل في المواجهات كاس الأمم. لكن في مجمع المواجهات تصفات كاس عالم أو أو. لا المواجهات كانت صالح المغرب بشكل تفوق صاحق. ولكن مين قال أنه التاريخ يستند إليه أنه يدي لك سمات. لكن لا يحسم مواقف. مين قال لك أن التاريخ يقدر يكسبك النهاردة. إلا إذا كنت عندك نفس أسباب التفوق التاريخية. فأنا برضو شايف أن صدمة الفريق المغربي أنه عاش هذا المعنى. لا دول لعبيتنا. طيب أنا سريعا هقول لكم بقى ردود الفعل في الصحف المغربية والدولية بعد هذا الفوز للمنتخب المصري. العنوان الطريف جدا الحياة العميق. خرجت دي صحيفة المنتخب المغربية. ودي أهم الصحف المغربية. كان عنوانها الفرعنة حنطونا. ده في الاعتراف بقيمة منتخب مصر وإنجاز. كمان قالت صحيفة المنتخب المغربية أول هزيمة رسمية للمنتخب الوطني المغربي. وقالت هم جاءوا بصلاح ونحن تركنا زياش لتشيلسي. آه طبعا. قالت جريدة البطولة المغربية أو موقع البطولة المغربية. المنتخب المغربي يودع كان الكاميرون من دور الربع بعد السقوط أمام مصر. وقال كمان موقع لي تلتمائة وستين. خبرة الفرعنة تطيح بالأسود وتنهي رحلتهم في الكان. الصحف العالمية كمان كان لها تعليقات كثيرة جدا. ميرور البريطانية قالت محمد صلاح يقود مصر إلى نصف نهائي كأس الأمم. بهدف وتمريرة حاسمة. ككر الألمانية مصر بفضل صلاح في نصف النهائي. ودراما حول حارس المرمى البديل. الجارديان البريطانية محمد صلاح يصنع الفارق في انتصار مصر على المغرب. بولا البرتغالية مصر بقيادة كارلس كيروش تفوز وتواجه كاميرون كونسياسو لتنين المغربة مع بعض. أو البرتغاليين سوريا. مركة الأسبانية قالت الفرعون صلاح يحكم المغرب. هدف وتمرير حاسمة. ومصر إلى نصف النهائي. لوكيب الفرنسية وساعة الانتشار مع الصلاح العظيم تقضي مصر على المغرب. وستلعب في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية ضد الكاميرون. ده كانت إطلالة سريعة على الصفة المغربية والعالمية. في الإعلام العربي تسمع كلمات تطيح تكتسح وتطيح ومش عارف إيه وتؤدب ومش عارف تنتقم. لكن تجد في الإعلام الغربي معظمه يعني في رسانة. لا بس والله بيستخدموا تعبيرات أقصى كمان. حتجدها فين بقى في أسبانيا أصحاب المزاج اللي زي حلقتنا شوية في فرنسا. حتى الإنجليز يعني بص في إظهار القيمة يعني لوكيب لما تقول صلاح العظيم. ما دي فرنسا. أخده لك طيب الجارديان صلاح يسمع الفارق. ميرور صلاح يقود مصر. يقود. ها. عندما تلاقي بقى في أسبانيا تجد لفظ يقضي. آه يدوس يقتسح يقتسح. لا أنا تعاملت مع الإعلام الأسباني يا يام مريم مدريج إيه هنا. آه. لا 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 أصعب من إيهنا. عناف. بس إحنا دايما عندنا نوع من جلد الزات. هنتلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. أهلا بحضراتكم من جديد. انتهى منذ قليل مباراة كرة اليد بين الأهل والزمالك في صالة الدكتور حسن مصطفى. بتعادل الفارقين 29-29. بتبصلي ليه متدايق؟ ما انت هند بول مان. ما شفتش الماتش يعني. بس أنا عارف أن احنا أنهينا الشوط الأول فارق خمس أهداف. دي النتيجة اللي انتهت بها هذه المباراة 29-29. لكن عودة لمنتخب مصر وتقلقه. مستر بيتسو موسماني خلال تحليله لأداء المنتخب. رأيه إيه فيما بين. وهو بيحلل أداء منتخب مصر ومنتظر لعبته. إيه اللي ممكن يحصل؟ إيه الحالة الشعورية بجد اللي ممكن يكون عليها مدير فني بهذا الشكل؟ ده كان كلام مهم جدا. ومشاعر أعتقد كم من المهم رصدها في كلام مستر بيتسو موسماني. مستر بيتسو عايزة أخذ منك تعليق على مباراة مصر القادمة أمام الكاميرون. ده مهم جدا. من وجهة نظري الكاميرون لم يكن لديها أبدا فريق قوي تلعب أمامه. لم يلعبوا مع الفرق العشرة الكبار الموودة في مؤهلات لكأس العالم. وهم يلعبون على أرضهم وبكامل فرقهم، بكامل تشكيلتهم. لم يلعبوا لديهم حالة واحدة من الإصابات بالكوروناوية إصابات. هذا سيكون مباراة قادمة ستكون أكبر اختبار لهم. وستكون أكبر اختبار للفريق الذي خسر أمام نيجيريا. وفاز بالمباراة الأخيرة. أنا أتحدث على مصر التي فازت على ساحل العاج وفازت على المغرب. هذا الفريق قوي جداً من الناحية العقلية. لذا لا أعلم إذا ما كانت الكاميرون مستعدة لمثل هذا الفريق أم لا. وإن شاء الله ستفوز مصر. ونحن ندعم مصر. ولكني سأفقد لاعبيني سيكون أغلب لاعبين في كأس العالم أغلب لاعبين في كأس العالم لذا فإن قلبي ممزق أتمنى أن يكونوا لاعبيني في الفريق القوم المصري ولكن أيضاً لدي مشجع الأهلي الذين سيعاتبونني لأنه لا توجد لدي لعبين. وهذه مشكلة. يا جماعة ده أصدق كلام ممكن يتقال ويعبر عن حالنا جميعاً. وده لو ربطناه حتى مسماني يرى أن مصر فوق الجميع. رغم أن مصلحته تقتضي أن يتمنى عودة اللعيبة لكن هو يرى أن أمنياته أن تفوز مصر وتصل إلى النهاية وتفوز باللقى. ونحن كلنا معه رغم أن فيه تمن كبير حيدفعه النادي الآلي في هذا الأمر. ولكن ربما يكافئنا الله على نوايانها. ده كلام أنا الحياة بحي زميلنا العزيز مهيب عبدالهادي على سؤاله الزكي. لأنه بيقوله بالذات مباراة الكاميرون أنت اللي لازم أن تتكلم عليها. لأنه صعود منتقى بمصر عشان يقابل الكاميرون ومعناها حرمانك أنت من ست لعيبة مع المنتخب. تقول إيه؟ فكان الرجل بيقولك أنا قلبي ممزق. لكن عايز عفعاً عند حتة شعوره. هو حتى وهو أفريكانه. وعارف قيمة الكاميرون لكن شاف أن منتخب مصر منتخب قوي من الناحية الزهنية. وده بالمناسبة يمكن اللي دايماً الأفارقة في جنوب القارة وغربها بصير للكرة المصرية والكرة الشمال الأفريقي. إنهما زهنياً أكثر دراية أكثر قوة أكثر حضوراً. أكثر جاهزية من الناحية التكتيكية. أو أكثر وعياً شوية. فواضح إنه مستر بيتسو موسماني عنده هذا التأدير الكبير لمنتخب مصر وما وصل إليه. لكن إحساسه الممزق ومشاعره الممزقة محل تأدير إنسانياً بالتأكيد. طيب الكابتن أحمد حسين ميدو إزاي شايف صناعة هذا الجيل وفرصه إيه؟ كسبنا ماتشة كورة. ويا ما كسبنا ماتشة كورة. بس إحنا النهاردة تولد لنا جيل. ولعيبة بقى لهم سنين بيلعبوا في منتخب مصر. النهاردة أول مرة أول مرة الشعب المصري والجمهور المصري يعترف بهم كمقاتلين. مش كلعيبة كورة. وفرق ما بين إن أنت تكون لعيب كورة وما بين إن أنت تكون مقاتل. النهاردة وإحنا مغلوبين واحد سفر وفي آخر ربع ساعة من الشط الأول وفرقة مصر ماس كالمغرب زنقاها في ربع ملعب مش عارفين يخرجوا منه بكل نجومهم في اللحظة دي الجمهور المصري اعترف باللعيبة دي مش كلعيبة بس كمقاتلين. وفي اللحظة دي الجمهور ما بينه وما بين نفسه ما بيننا كلنا وإحنا بنتفرج آل حتى لو اتغلبنا مش مشكلة. النهاردة تولد لنا جيل. النهاردة اتولد لنا جيل. وهو ده اللي احنا لازم نبني عليه. تاني. انا ممكن راعد هنا انا وانتم اتكلمكم ساعة عن التاكتكس. لكن النهاردة النهاردة والماتش اللي فيه بماتش كوديفور احنا لقينا منتخب مصر تاني. يا جماعة الكورة سبعين في المية قلب سبعين في المية قلب وثلاثين في المية كل الحاجات التانية. هذا كلام حقيقي ايضا. وكلام ب احنا لقينا شوف احنا لقينا منتخب مصر جيل جديد. ادلنا الامل دلوقتي انك ليه لا ما توصلش كاسي العالم. ده بالعكس. انت تشعر النهاردة لما وصلش كاسي العالم ستبقى في صدمة. بالاداء ده بالمستوى ده. طم انت لعبت نيجيريا. طم انت لعبت الجزائر في بطولة العرب. طم انت لعبت المغرب اهو. طم انت لعبت الكود دفور. ما انت لعبت الفرقة اهي. فمسألة ان الجيل ده خلاص يقدر هو نقلنا هذا الاحساس. ايوة نقدر باذن الله ويا رب نقدر وتكتمل الفرحة. مش عايزين كل مرة تبقى الجزرة متعبلاق واحنا بالمدة ايدنا ما نلاقيهاش. عايزين يعني تبقى يعني في حوزاتنا باذن الله ويعني القول بان كرة القدم سبعين في المية قلب وثلاثين في المية امور اخرى ممكن النسب تتفاوت من ظرف الظرف لكن القلب اصبح على الاقل على الاقل لا يقل اهمية عن الجوانب الفنية. اعتقد كلمة ميدو الاخيرة والارقام بتاعته دي رسالة اللعبة الاهل اللي سافرت ابو ظبي مهما كانت الظروف سبعين في المية من الكرة قلب بالقلب والروح والاسرار والعزيمة والقدرة والرغبة على ان انت تتجاوز الصعب ان شاء الله نقدر واحد من نجوم القلب الساخن جدا في الملاعب كانت كابتن حسام حسن رأيه في اداء المنتخب نشوفه يعني انا اقول بعد توفير ربينا النهاردة مع تركيز اللعبة مع تقلق محمد صلاح في حاجة للأسف يعني حاجة حاجة سلبية يعني لينا لكن تلعت ايجابية هي اللي غيرت المطش والناس مش ياخد بالا اصابة حجازي فرقت رغم ان احنا مش عشان حجازي لو لا اصابة حجازي ما كانش عمل التغيير بتاع تيرزي جي كان هيؤجل لكن اصابة حجازي انه غير حجازي بتيرزي جي رجع رجع عيما اشرف اشتغل بشكل ايجابي تيرزي جي فرق من ناحة الفنية من ناحة الهجومية لكن لو حجازي ما كانش اصاب ما كانش اترزي جي كانت تغيير اول افتيار كمان طبعا طبعا هو ملخص التلام الكابتن حسان بيقوله وهو يعني بخبرة الكوتش انه ربا ده احيانا ربا مشكلة تعطيك حلا يعني اصابت اصابت الكابتن حجازي مؤكد اقلقت اقلقت قلوب ناس كتير جدا لما حصلت لكن هي اوجدت الحل اللي كان محتاجه الفريق ان ينزل تيرزي جي لان تيرزي جي كان واضح اداءه الطيب في الماتش السابق استاذ برايب وانه بشكل خطورة بيوصل اه ضيع بس مهانة طول عمر اقول طالما انك بتوصل ما قسوش عليك في التضيع قوي لكن ده ما اللي بتديني الامل انك انت هتسجل ده حصل اه لما تشوف تحرك تيرزي جي ومنتصف الملعب واول ما لأى صلاح ابتدى بيعمل الفنت وحيعدي بالخبرة بتاعته انطلق ازاي وراح واقف في الحتة دي وكانوا يتوقع الكرة وجاءت الربط بينهم وجاءت اذا احيانا المشاكل تعطيك الاضطراري من كيروش لطريقة اللعب اللي الحقيقة فكرة التلاتة ورا واضح انما اصبحتش مستساغة كتير عند اللعب المصريين العب باربعة العب الطريقة العادية جدا هتلاقي اللعب حفظة مراكزها ده كان رأي كابتن حسام حسن هنطلع لفاصل وبعد الفاصل الاهل مظلوم والسبب معلوم ما تخافش على الاهل طول ما الاهل مسافر ومعاه اكسير الحياة روح الفانيلا الحامرة اللي بتبقى كفيلة انه تحول اي شيء صعب بل محال الى ممكن وممكن جدا بإذن الله مع شيء من التركيز والإصرار والتوفيق طبعا من عند الله ده كلام مهم جدا عشان كده هنشوف الكثير منه مع بعضمة لسانه الاهل مظلوم والسبب معلوم اعتقد معلوم للكفة الظرف الصعب اللي الاهل تحط فيه واللي كان من البداية اتقله على لسان المهندس احمد مجاهد اللي كان بيدين اتحاد الكرة انا زاك ليس كل ما يعرف يقال الاهل هيلعب بكامل نجومه والمنتخب هيلعب بكامل نجومه لكن كان كلام زي الزبدة طلعت عليه النهار ساح وانتهى في تفسيرات سمعت الكابتن سيف زاهر امبرح بيقول انا عندي معلومة انه احمد مجاهد كان واخد وعد من انفنتينو او عارف من انفنتينو ان كاس الامم مش هتتلعب في التوقيت ده فبالتالي بنى على كلام انفنتينو على وعد انفنتينو او على المحاولات اللي كان بيبزلها انفنتينو انه المشكلة محلولة واعتقد لما راح زار البعثة وقتها في الدوحة وقابل كابتن محمود الخطيب كان الكلام على هذا التطمين لكن حاجات كتيرة تغيرت وفي النهاية الاهل وحده اللي تحمل هذه الفاتورة لهذا التضارب غير الطبيعي التفسير اللي قالوا لك كابتن احمد سيف ده تفسير غريب جدا سيف زاهر سيف زاهر تفسير غريب ليه لان القرارات ده مش بتاع لو كان عنده وعد من انفنتينو بتعديل موعد البطولة بطولة الكاس العالم الاندية اه ده قراره لا واضح ان انفنتينو كان بيبزل ضغوط على يبزل شيء يا أستاذ إبراهيم انا مقدرش اوعدك في شيء متوقع منك نقول لك تفسير اللي حصل اه وانا مقول لك لما تكون راجل عندك ما تاخد شيء ان انا اقول لك لا لا سيب إبراهيم علي ما تقدرش انا ما تقدرش يعني انو انت بقى راجل ما ما يعني ازاي انا اخد على عطيقي ان انا اه حغير لك دماغ فلاني فلاني ده طب لو ما حصلش هو ده كمان اه ما يقولهاش يعني عايز اقول ايه لو كان انفنتينو حكب فيما خصه انقلها يعني لو كان انفنتينو قال له عن اجل بطولة العالم الاندية وما اجلهاش لا يبا احمد مجاد هنا مش غلطان مجاد حتى الان ما تكلمش يعني هو موجود في الكاميرون لكن عليه التفسير ده يعني اذا كان تفسير الكابتن سيف مؤكد في معلومة مؤكد سائل احمد يعني هو مصحاب يعني فقال له كده قال له انا كنت يعني عندي وعدة وعد من هذا عمزة وعدة بيلفورد من لا يملك وعدة بما يعني من لا يستحق اه يعني هادي اجل اقول له اجل لك بطولة افريقي اه ليه قرارها افريقي ده بالعكس ده الكلام ده يمكن ادى الى اصرار الاتحاد الافريقي على خامة البطولة في موعده عموما البعثة وصلت بسلامة الله الى ابو ظبي هنشوف جانب من هذا الوصول واستقبال الجماهير الاهلوية اللي قدرت تدخل المطار عشان تستقبل البعثة اهلي 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 طبعا الجماهير الاهلوية مشتاقل اللحظة دي وشتاقل وصول البعثة ومتابع كل التفاصيل وكل الناس بتتكلم على إنه جمهور الأهلي من الأشقاء أو من الأبناء الجالية المصرية العاملين في الإمارات عليهم دور كبير جدا في التجهيز المعنوي وفي الدفع المعنوية وفي توفير أكبر دافع للفريق في مدرجات المباراة اللي حيكون بدايتها للأهلي مع مونتيري يوم السبت ستة ونص مساء ستة ونص مساء السبت الأهلي ومونتيري المكسيكي مبره شديدة الصعوبة قوية جدا منتيري من الفرق اللاتينية قوية وهو عريق له أكثر من تجربة في كاسر عالم الاندية انتقينا أكثر من مرة ولكن هذه المرة يمكن إحنا في أصعب ظروف بس أنا أحيانا ظروف أستاذ إبراهيم الصعبة قد يعني تكون مؤشر لشيء طيب لو تذكر في 2006 إحنا اتعاور كابتن عصام الحضري وكابتن إسلاما كانش بك كان برضو بسبب ما وهو عماد النحاس مش موجودين احنا لعبنا بأمير توفيق أمير عبد الحميد ووحمد صديق ومحمد صديق وكابتن طريق السعيد خط الظهر تقريبا بالكامل متغير وقتها فكنا خايفين بعض الشيء لأن خط ظهرك بالكامل متغير ودي البطول اللي حققنا فيها المركز التالت بأداء رائع جدا وجدارة كل الناس كانت بتقول أنت كنت أقدر تلاقت قبل بارتلونة في نهاية هل هذه العزيمة وهذه الروح الوثابة تنتقل إلى صفوف فريقنا نتمنى الإعلام الكبير يعقوب السعاد في استقبال البعثة برضو في المطار وكل الأشقاء الإماراتيين في الترحيب ببعثة النادي الآلي يحتضن بيتسو في وصول البعثة إن شاء الله تلقى بعثة الآلي كل الحفاوة وكل الدعم المعنوي كبير لأنه زي ما قلتلكم بالدعم المعنوي وبالمساندة ديت ممكن فعلا نقل لكتير من الفوارق خاصة الفوارق البدنية لأنه صعوبة المباراة مباراة السابت يا جماعة أنه منتيري واحد من ممثلي الفرق البدنية العنيفة فبيواجهك وانت من تشفي أفضل حالاتك لكن ربما كانت السبعين في المية قلب حزبة ميدو تكون كافية بتعويض هذه الفوارق إن شاء الله على الطيارة محمد هاني واحد من لعبت الأهل الكبار اللي بيتعاول عليهم كتير في الاستعداد لهذه المباراة هاني تحدث مع قناة الأهل على الطائرة عن ظروف المشاركة والمباراة وماذا ينتظر الأهل فيها نشوفه كابتا محمد هاني نسخة تانية لك تكسر أعلى من الأندية تأحد نجوم نسخة للماضية ناس كتيرة عشادت بيك منها مدرب باير ميونيخ عشاد بيك السنة اللي فاتت إن شاء الله تكون قدها أكرم طبعا نحن فيه المصاب انتوا الاثنين واحد ودايما انتوا الاثنين بتقولوا على بعض كده بتقول ايه في النسخة دي والله طبعا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا يعني أي حد موجود بمسا الناد الألي بيبقى عليه مسؤولية كبيرة وبيبقى لازم يبقى الدى المسؤولية عشان انت ورات جمهور كبير بيشكعك وجمهور كبير في دهرك لازم تشرف الناس دي ولازم تعمل حقا كويسة تليق بالشرت اللي انت لابسه طبعا دي بطولة قوية جدا بطولة أعلى لفل انت بتلعبه فإن شاء الله بإذن الله بقى عند حسن ظن الناس وكل اللعيبة قد المسؤولية كل اللعيبة رجالة أين كان مني اللي موجود كل اللعيبة قد المسؤولية بإذن الله كابتن محمد هاني دور كابتن وليد سليمان وكابتن رابي ربيعة ونجوم الكبار دورهم مع الفريق مهم جدا جدا خاصة أن فيه لعيبة صغيرين مسافرين لعيبة لسا متصعدين أدوا الناس كلها أشادت بيهم في الدورة بس احنا عارفين طبعا فيه فرق كبير من الدورة المحلة وانك رايح تلعب كاس عالم للأندية طبعا احنا عندنا لعبتنا لأسف المنتخب وأكيد طبعا احنا عشان خطر مصر برضو مش هنقدر نقول حاجة هنكمل ولازم نكمل البطولة وإزاي هتبص الروح في اللعيبة اللي معاكم بصوا يعني زي ما قلتلك أي حد في الناد الأهلي مفيش حاجة اسمها أساسي وفيها حاجة اسمها احتياطي اللعيبة كلها واحد اللعيبة كلها بتتحط تحت أي ظرف لازم تأدي ولازم تعمل عليها لآخر نقطة عرق عندك طبعا دور اللعيبة الكبيرة يعني دايما بيتكلموا دايما بيوجهوا اللعيبة الصغيرة بيعرفوهم الصحة وإيه الغلط اللعيبة الصغيرة عندهم الشخصية تأهلهم إن هم يمشوا في الطريق الصح زي ما الكبار كانوا بيوجهونا وبيمشونا على الطريق الصحة عشان تقدر تكمل وتقدر يعني تمثل الناد الأهلي طبعا اللعيبة دي اللعيبة الكبيرة دي دورها مهم جدا وبالذات في الفترة دي هم يعني هم اللي عندهم الخبرات الكبيرة وعندهم لعب والمانشاط الكبيرة دي دايما ف واللعيبة الصغيرة بصراحة يعني بيسمعوا التعليمات الكباد وبيمشوا عليها ولعيبة كلها محترمة ولعيبة عندها شخصية يعني بصراحة كلمة أخيرة تقولها لكل جمهور النادي الأهلي إحنا راحين وراحين نعمل اللي علينا وإن آخر نقطة عراء كلمة أخيرة تقولها لكل جمهور النادي الأهلي اللي أكيد بتصق في لعيبة النادي الأهلي زي ما قلتلك يعني إحنا كل واحد موجود أو هيبقى موجود في الملعب هيقدي مية في المية بتاعته وهيبقى قدي المسؤولية وهيعمل عليه عشان كل اللعيبة اللي هنا عارفين حجم البطولة اللي احنا دخلنا وعارفين حجم المسؤولية اللي احنا دخلنا عليها أرجو من الجمهور إن هو يبقى دعم لنا وهو يبقى في ظهرنا زي ما هو دايما في ظهرنا ودايما ورانا وإحنا على قد ما نقدر يعني بقى كل اللعيبة دي رجالة كل اللعيبة دي هتقد يعني هتعمل أقصى حاجة عندها بإذن الله طبعا دور كابتن محمود الخطيب دايما معروف دايما حواء مش معانا قوت في الوقت عشان ظروف صحية بس هو دايما مدوفر ودوره معروف أستاذ خالد مرتاجي رئيس الباسة كابتن حسام غالي كابتن ساد عبد الحفيز الناس دي أكيد لها يعني لها كلام معاكم طبعا يعني وجودهم وجودهم معانا دايما بيدينا دفعة وبيدينا مسؤولية إن إحنا نقدم أحسن حاجة عندنا وربنا يكر إن شاء الله ونعمل حاجة تلاقي بنا وتلاقي بالنادل الأهلي إن شاء الله طبعا كلامة كابتن هاني راجل عنده خبرة ورجل من القدامة اللي بيعاول عليهم ورجل يعني ساعة الجد بيكون عند الموعد آآ مطش الباير يعني واستحضر بس الروح اللي فاتت بإذن الله من الناس المستنيين منها أداء قوي وطيب هو بيقعد بيقول هنعمل اللي علينا بإذن الله وأرجو أن دي تكون روح الفريق كله طيب روح الفريق يعبر عنها بقى كابتن سيد عبد حفيز أنت كمدير كورة أنتوا رايحين ليه إحنا رايحين أبو ظب ليه اتكلم سيد عبد حفيز في الان بي سي نشوف إصابت الشنوة عمقانة صدمة كبيرة الشنوة واحد من من أحسن الحراص اللي موجودة على مستوى العالم في الوقت الحالي يعني يعني لكن في النهاية خلينا بس نطمن عليه وهنشوف الدنيا أي يعني لكن يعني ما أربكتش الحسابات يعني اللعيبة مسماني القيمة كمدير فني أو جهاز يا كنت أسامة وكنت أعرف كويس أو أنت هتتعامل يعني لازم تتعامل أي بس لازم تتعامل هتتعمل إيه خلاص هتتتعامل برضو يعني برضو هرجع أقول حتى لو كان لقد الله الإصابات كتير هتتعامل مع مع الواقع وهتتكلم بشكل منطقي والدوافع هتبقى موجودة وفي نفس الوقت برضو هتلاقي نفسك عايزك الأجواء بتاعتك لازم تبقى إيجابية والحوال لحوالك تبقى إيجابية ورايحين بهدف كويس إن شاء رحمني عليهم الساوطة تتحقق علي لطفي الخير الأول دلوقتي المسلماني عندك علي لطفي عندك شو بير مصطفى شو بير مش يبقى في حراسة تانية موجودة نعم يعني إحنا بعتين أسماء أربعة يعني الشناوي وعلي لطفي خلاص بعتوا قايم بتبعت قايمة اي وتختار منها يعني هبعدنا 35 وبعدين باختار منهم 23 بس هو كمان مديلك تبديل في الإصابات بس نشوف الشناوي شاء رحمني نشوف الدنيا اي كمان اي دي ردود المسؤول هنتعامل موقف تعطينا فيه هنتعامل معاه ويعني ماينفعش ان احنا يعني تقل سيقطنا في أنفسنا بأي درجة من الدرجات حتى لو كان يعني في مواقف صعبة بنصادفها لكن انا بقول ان المجموعة اللي موجودة فيها ناس تشيل قوي يعني 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 بإذن الله تسترد بس الجوانب البدنية والنفسية بتاعتها لا هنشوف فرقة كويسة بإذن الله طيب كابتن محمد يوسف عاش هذه الظروف في كأس العالم للأندية سواء هو مدير فني او هو مدرب مع كابتن حسام البدري وقبل كده مع مستر مانويل جوزيه فعنده خبرات الحدث وكمان كابتن أشرف آسم نجم الكرة المصرية ونادي الزمالك واحد من الناس اللي متابعة ومرأبة بعين خبير سؤل الاثنان عن ماذا ينتظر الاهلي وماذا يواجهه الاهلي في قناة الحياة نشوف الظروف اللي بيواجه النادي الاهلي الاهلي عنده يوم خمسة مع منتير بطولة صعبة جدا اولا مفترض ان بطولة زي دي بطولة قوية الاهلي بيشهد يعني او دايما بيهتم جدا بالاستعدادات بتاعتها اللي بيشترك بيها بكل مرة كلنا شوفنا الكاس عامل الانديها المرة اللي فاتت الاهلي كان مستعدلها بشكل مميز جدا وقدر انه يحلص فيها المدالية برونزية المركز التالت المرة دي جاية في ظروف صعبة وفي ظروف حتى كمان فرقتك يعني مع انضمام اليو ديانج مع انضمام علي معلول برضو عندك عناصر نقصة كتير وعندك عناصر بقالها فترة ما بنشوفهاش يعني انت مثلا بتتكلم وبالتالي مش حارف مسلماني هيقدر يجهز الناس دي ازاي هيقدر يحط يعمل تشكيل قوامه ايه لا الموضوع صعب صعب يعني انت بتتكلم في لعبين وبعدين ايه انت هتلعب مع مونتري بطل امريكا الجنوبية امريكا الشمالية اه سوري امريكا الشمالية اه فرقة كويس انت ايا كان انت الالف معوقف صعبة جدا كل صعبة يعني 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 الله يكون في وعون فطولة فطولة قوية قوية بس هو طبعا يعني الموقف ده لازم يعني خلق ده امر واقف هيتعبل معاه هيتعمل تشكيل وهيبقى فيه بودلاء طبعا بس ما هياش بالقدر انت لا يعني حتى فرسي تاولة وموجود كان سمد شوية فرسي تاولة قدام وعندك لعبت المتاحب النهاردة النهاردة بتتكلم في عمر السلية بتتكلم في حمد شريف قدام بتتكلم في ايمن اش فورا يعني بتتكلم في حوالي اربع خمس عناصر الشناو في حراسة المرمى فطبعا عناصر تفري طيب يعني يوسف واشرف شايفينها صعبة فعلا طيب اي حد على فكرة وهي صعبة وصعبة جدا وانت مكتمل اه احنا بنتكلم زي ما كون البطولة هي ازدادت صعوبة لكنها صعبة جدا بطولة صعبة جدا فيها فرقة قيلة جدا فيه فرقتين عربيتين على اعلى مستوى وعلى فكرة وجود البطولة في ارض عربية ده بيحملك مسؤولية اكبر صحيح انت ليك جماهيرك بس برضو الفرقة اللي انت هتلعبها ده انت بتلعب في الامارات وفيه فريق اماراتي والهلال السعودي يعني اصد اقول البطولة صعبة وصعبة جدا احنا كنا عايزين نبقى مكتملين عشان يعني الناحة البدنية زي ما انت بتقول لكن لربما ان يكون طيب احنا شوفنا الشباب بتاعنا ادام قدام الفرقة الكبيرة في الناحة البدنية كان عامل ازاي صحيح كان فيه قوة وحدة صحيح يعني طيب الاهلي هاديكوا شايفين ظروفه الاهل اتظلم ولما يكون الاقرار بان الاهل اتظلم من الكابتن خلد الغندور لا لا دي تبقى شهادة مهمة جدا للتاريخ لازم نسجلها نشوف الكابتن خلد الغندور والكابتن هشام حنفي كانوا معك زميل الاستاذ سيف زهر الاهل اتظلم طبعا سعيسي سهل سؤال بقى صدر استاذ احمد مجاهد التصريح الشهير ما تخافش الاهل يلعب بكامل نجومه ومصر تلعب بكامل نجومه معلومات مؤكدة ان الكاس الهم مش تلعب في معده لا وطلع بعديها بيان من النادي الاهلي بيشكر احمد مجاهد ما هو المفروض انه هما الناس زينا يعني انت مسؤول بتقول تصريحه خلاص ما ينفعش ما عنديش معلومات مؤكدة اقول الكلام دوت انا كمسؤول ما طلعش معلومة طبعا الاهلي مظلوم انا لو في مكان النادي الاهلي اكيد هبقى مضايق ان ما مش لعبتي كلها مش معايا عايز اقول حاجة اشوف انا راجل زمالكاوي اه والنادي الاهلي رايح هياخد علي معلول معايا هياخد آليو ديانج بعد ما خرجه عنده لعبة مميزة جدا الله اعلم قد يكون النادي الاهلي قادر ان يكسب الفريد مكسيكو انا اتمنى لنادي الاهلي هو اتظلم من وجهة نظر اه طبعا اتظلم طبعا ما يعني اتظلم ماشي بإذن الله يعني بس انا مع الكابتن سيد لازم نتعامل مع الموقف ما نعودش بقى نتكلم في اي امور اخرى دلوقتي غير بس واحنا بنتابع بنتابع واحنا مدركين الظروف اللي فيها النادي الاهلي لكن الاهلي بلعبته باجهزته بمسؤوليه بيعيدونا يبزلوا غاية الجهة الاهلي بمسؤوليه بروحه بجهزيته بلعبته وكمان بمن حضر ده رأي الزميل سيف زهر بشكل كبير جدا لنادي الاهلي في كاسة العالم الاندية وده المشوار اللي احنا يهمنا بشكل كبير لان الاهلي هو اللي ممثلنا في هذه البطولة الكبيرة العظيمة وكم شرفنا النادي الاهلي وشرف افريقيا بالكامل في المشاركة في هذه البطولات عندنا جمل ده ما ما بننساش الاهلي بمن حضر الاهلي بلاس ناينتي الاهلي بعزمته الاهلي لا يتغير لا يتغير اكيد الشناوي يعني مش انا بقى اللي حقول لان انا مصر كلها عرفة رأي اكيد الشناوي في حتة تانية اكيد ولكن في توقيت مع النادي الاهلي دايما البديل موجود في جمل اتعلمناها في الاهلي يعني في جمل دايما اتعلمناها واحنا بنتكلم عن النادي الاهلي البديل دايما موجود الاهلي بمن حضر الاهلي بلايس ناينتي اوعى تحتفى على النادي الاهلي غير وانت في الاوتوبيس مروح كلام حاجات كبيرة جدا في التوئيد ده مهما غاب منك لعيبة دي نصايح نصايح لللي جاي لأن احنا مكملين دعمنا الكامل والتام لفريد النادي الاهلي وهي دي الرسالة الأهم مهما غاب النادي الاهلي ادي ثقة لللي موجود بتعودنا كده من مئة سنة من شغلتنا في العالم من سنين الاهلي مالوش مبررات الاهلي مالوش شماعات الاهلي داخل على الطولة يا ربي بقى رايح بالناشين الاهلي بمن حضر طيب انا اؤكد بس على الجملتين اللي قالهم الكابتن سيف قبل كلمة الاهلي بمن حضر انا اؤكد عليهم تماما يعني الاهلي بمن حضر دي ثقافة يا جماعة مش معنى كده انك ترص بطايا وتقول ده الاهلي بمن حضر لا دي ثقافة راسخة في اعماق ابناء الاهلي لما يجوا يقدوا في الظروف سواء سهلة او صعبة يبقى نفس الحماس نفس القناعة نفس الثقة نفس الاخلاص نفس الجماعية والالتزام دي ترجمة الاهلي بمن حضر ده كلام مهم جدا الحقيقة وشهادات بقولكو لانه سواء كابتن خلد الغندورة او كابتن احمد حسان ميدو او كابتن سيف زاهر وكابتن اشرف قاسم رأيهم فيما يتعلق بظرف الاهلي اللي بيمر بيه واللي من خلاله الاهلي من البداية وعلى لسان الكابتن محمود الخطيب قدم مصلحة مصر فوق كل اعتبار ومحدش لا تكلم في مناقشة هذا الامر توفيرا للاستقرار الكافي للمنتخب الوطني ونجومه لكن يتحمل الاهلي هذه الظروف فهل مطلوب من لعبة الاهلي فوق طائدهم ولا لا ده رأيي الزميل كريم حسن شحاد الاهلي يعاني يعاني بدر بنون مش موجود محمد الشناوي مش هيلحق كاس العالم وطبعا لعبة الاهلي في المنتخب خلص كده هيكمله مع منتخب مصر مش هيلحقه مباراة مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير ان كده منتخب مصر يقيمة في نهاية افريقيا يقيمة على المركز الثالث والرابع في محمد شريف وفي عمر السولية وفي ايمن اشرف وفي محمد الشناوي وفي حمدي فتحي فاحنا بنقول انه الاهلي ان شاء الله يقدي بشكل كويس بس احنا مش طالبي من الاهلي فوق طقتهم ان فيه غيابات كبيرة جدا 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 اللي عايز اقوله ان النادي الاهلي حيتظلم في كاس العالم للاندية بسبب غيابات الكتير والاصابات وعدم وجود اللاعبة الدولية اللي متوجدين مع منتخب مصر لكن احنا طالبين من النادي الاهلي انه يقدي بشكل كويس ويقدي اللي عليهم والباقي على ربنا لكن النادي الاهلي دايما معودنا باي حد بيلف استشارة النادي الاهلي بيقدر يشتغل وبيقدر يقدي لكن مش طالبين حاجة من النادي لو الاهلي حصل حاجة لقدر اللي مش هنزعل ان الاهلي يحط كلام كابتل محمود الخطيب انه يعني بيفضل مصلحة مصر على مصلحة النادي الاهلي قالك مصر اولا الاهلي ييجي بعد منتخب مصر ودي تصريحات متوازنة وعقلة جدا وفيها شيء من وطنية للكابتل محمود مش شيء هو فيها وطنية للكابتل محمود الخطيب انه طبعا بيهتم بمصلحة مصر ومنتخب مصر وبعد كده تيجي مصلحة الاندية لكن احنا بنقول احنا برضو مع النادي الاهلي ان شاء الله النادي الاهلي ربنا يكرمه كلام فيه الخلاصة يعيني الاهلي بيعاني قلبنا مع الناس كلها مقدرين ظروفه عايزينه بس يعملوا اللي عليهم وما حدش يقصوا في النقد ولا الانتقاد وبإذن الله مصلحة مصر كما يقول وضعها الاهلي من خلال رئيسه في المقدمة كلام هايل جدا ولكن الاهلي عودنا بثقافة يعني السعي والاجتهاد وتعويض الفوارق بالروح والانتزام والقتال ومسك الختاب ده كلام فعلا كان مسك الختاب من كريم في التأكيد على الدور الوطن المسؤول للنادي الاهلي والتضحية التي يقدمها النادي الاهلي طائعا وراضيا وراغبا في مساندة منتخب الوطن وتقديم كل الخدمات وكل اللاعبين وتقديم مصلحة مصر فوق كل اعتبار دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا وطنيا رياضيا شامخا وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله ودعواتكم تصبع على خير دعواتكم المنتخب مصر ودعواتكم للنادي الأهلي تصبع على خير ونلتقي دائما على خير ترجمة نانسي قنقر